اهلا بحضراتكم من جديد في حديث الاخبار منذ ايام حلت الذكرى التاسعة والستين على حل جماعة الاخوان الارهابية بعد حادث المنشية الارهابي سنوات تمر ويبقى التاريخ شاهدا على جرائم هذه الجماعة الارهابية الملطخ دائما بالدماء منذ تأسسها عبر التاريخ لم تعرف الجماعة سوى لغة القتل والدم والخراب والفوضى وكرهية الاوطان وبين الحين والاخر نحتاج للتذكير بالتاريخ الدموي للجماعة الارهابية حتى لا ينصل بعض جرائمها وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرة دي مع ضفنا الاستاذ اسلام الكتاتني خبير حركات الاسلام السياسي اهلا بك استاذ اسلام اهلا بك استاذ اهلا بك والحقيقة مرة 69 عام على حل الجماعة الارهابية ما الذي يمثله يعني هذا الحدث المهم في مسيرة جماعة الدم والعنف اولا تحياتي حدثك المشاهدين الكرام اهه هو طبعا موضوع الحل اه من القرارات الفارقة في تاريخ الجماعة وين كانت الجماعة بتحاول دايما انها تقول هذا لم ولن يؤثر في مسيرة الجماعة واحنا فوق الحل وهو مهما كانت القرارات التي تتخذها السلطات لحل الجماعة فاحنا موجودين يعني مش قرار اداري هو اللي حيلغي جماعة الاخوان ده اللي هي بتحاول انها ايه يعني تقنع به القواعد من الشباب في الجماعة وبتحاول تقدم صورة مغايرة للأسباب التي ادت الى هذا الحل وهي الأسباب اللي دايما الاخوان بيحاولوا يرويجوا لروايات هذه الروايات بعيدة كل البعد عن الحقيقة واثناء مراجعتنا للتاريخ ولما بدأنا ندرك كن جماعة الاخوان خاصة بعد يناير وثورة 30 من يونيو حينما او والسنة كمان اللي قبلها اللي حكم فيها الاخوان فبدأت ناس تفكر اكتر يعني الناس اللي كانوا يقدموا انفسهم الينا انهم ناس كويسين وبتوق ربنا والاسلام والحل ونحملوا الخير لمصر لما شفنا التجربة المريرة بأثناء الحكم ثم ما بعد سقوطهم في ثورة 30 من يونيو وشفنا القتل والعنف والدماء اللي استبحتها الجماعة لا لشيء الا لانهم ان السلطة انتزعت منهم في سبيل استرداد هذه السلطة ما فيش مشكلة عندي اننا اقل يعني استحل الدماء وان كانت الدماء مواطنين مصريين زي زي يوم في ايه على نفس هذا على نفس هذه الارض يعني فاحنا عندنا اكثر من قرار للحل بداية من العام 48 لما يعني نشوف الاسباب الحقيقية نقول ايه لا دا القرار يعني المفروض كان يصدر لان احنا شفنا اللي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت كان النقلاش باشا على فكرة النقلاش باشا كلام لحضرتك كان من احد قيادات ثورة 19 يعني كان شخصية وطنية في الاساس طبعا طبعا فالراجل خد قرار بحل الجماعة يوم 8 ديسمبر 1948 نتيجة لي كان قبلها بشهر اكتشفوا بالصدفة البوليس المصري في ذلك الوقت اللي هي السيارة الجيب بالصدفة السيارة الجيب كانت سيارة تابعة للنظام الخاص نقلوا فيها الاوراق التنظيمية اللي خاصة بالنظام الخاص فكان كل ما يتعلق وطبعا كان فيه مسدسات واسلحة وحاجات زي وقنابل فكل ما يتعلق بالنظام الخاص كان فين في السيارة دي فضبطت هذه السيارة فطبعا تكشف للبوليس المصري في ذلك الوقت حاجات مزهلة قالوا إيه ده؟ ده فيه جيش تاني وفيه ميليشيا تاني داخل إيه؟ الدولة وهذه الميليشيا ارتكبت من الجرائم الكثير يعني كان فيه مثلا تفجيرات بتعملها ضد مقار الشرطة المصري أو البوليس المصري في ذلك الوقت كثير من التفجيرات كانت بتحدث وطبعا كان قبل كده مقتل الخزندار ومقتل أحمد مهرباشا فطبعا إيه؟ دي بعض الجرائم دي كلها كانت قبل 52 يعني قبل ثورة 52 فلما يجي رئيس الوزراء يشوف ميليشيا وفيه جيش مصري موجود وفيه ميليشيا مسلحة هذه الميليشيا بتقتل في المصريين يبقى الطبيعي يعمل إيه؟ ده أقل شيء أنه ياخد قرار بالحل وكمان يقدم هذه القيادات لإيه؟ للمحاكمة تخيالي لما خد القرار يوم 8 ديسمبر ويعمل إيه الإخوان؟ يوم ما فيش عشرين يوم يوم 28 ديسمبر 49 تم قتل النقراش باشا عن طريق فردين من الإخوان رحولوا على مبنى الوزارة ولبسوا لبسوا الشرطة وقتلوا النقراش باشا وهو أثناء صعوده الأسانسير بعد 52 بقى وصورة 52 هنروح لما بعد لكن الأول لما منتكلم عن ده كان أول قرار للحل نعم لما منتكلم عن مسيرة العنف والدم والإرهاب يعني لدى هذه الجماعة إزاي أسسوا ليها منذ البدايات؟ يعني هذا المنهج اللي كله عنف وكله يعني كراهية للآخر ما هو أصلا إحنا لما نشوف السبب الرئيس لنشأة هذه الجماعة أولا إنه يعني وجي على هوا المحتل في ذلك الوقت وعشان كده يعني ساب لهم إيه الدنيا وقال والله دي فرصة عظيمة إن إحنا إيه نخلي الناس دي تشتغل ده حتحقق لنا أهدفنا إنه ضرب الحركة الوطنية كان فيه شعور وطني جارف كله ضد المحتل وفيه ثورة عظيمة ثورة 19 على فكرة اللورد ألفريد ميرلنر جي مصر بعد 19 وقعد 4 سنين يدرس هو ليه المصريين تجرأوا وعملوا ثورة ضد إيه ضدنا إحنا نشوف إزاي الكلام ده حصل فكان بيخطط لفكرة إيه فرق تسود إحنا لابد إن إحنا نضرب هذه الحركة الوطنية يعني أسسه أو سهمه في تأسيس هذه الجماعة وإحنا كلنا فاكرين قصة الخمس على فكرة فيه موقف طريف للخمسمائة جنيه لما التقى البرون بينه بحسن البنة فبيقول له والله أنتوا عاملين مسجد عظيم مشروع عظيم وعشان كده إحنا قررنا إن نصرف لكم خمسمائة جنيه فيرد حسن البنة يقول له إيه المشروع عظيم بس المبلغ غير عظيم يعني راجل كان عاوز إيه أكثر من كده يعني فلما ماشى فالبرون بينه بيقول إيه إذا أردت أن تفسد قديسا فعليك بثنين السلطة والمال المهم مشاهد فده كان السبب الرئيس لنشأة هذه الجماعة وبالتالي لما حسن البنة بدأ يكون الأفكار اللي هيغذي بيها فكرة هذه الجماعة وبالتالي فكرة الناس عشان يؤمنوا بيها كان من ضمن أفكار واستعمال قوة وليه مواضع كتير يعني يعني مثلا فكرة أنه يبقى لما يكون عندكم في واحد سنة رسائل 12 ألف طالبوني أن أخذوا بكم أي مكان لو في 12 ألف جهزوا عنفسهم كويس تجهزوا كويس جدا يعني أنا مستعد أخذوا بكم لجج البحار وأخذوا بكم كل عنيد جبار ده مثلا موضع موضع تاني لما قعد يتكلم على أنواع القوة وفي الآخر قال قوة الساعد والسلاح فتخيالي في سنايا رسائل البنة مواضع كثيرة بتتكلم على فكرة استعمال القوة وبعد كده لما سنة 39 أسس النظام الخاص هو إزاي إزاي تأسس النظام الخاص والهدف منه كان إيه ما هو النظام الخاص كان الهدف الرئيس أي حد هو معارض للإخوان لكن في الظاهر كده إحنا والله عايزين إيه نواجه المحتل مع أن طوال العشر سنين اللي أسس فيها النظام الخاص من 39 أربعين لغاية حتى لغاية ما قبل صورة 52 ما كانش فيه حوادث عمال الإخوان ضد الإنجليز كان كل الحوادث كان ضد إيه ضد المصريين يعني القتل الخزندار اللي هو القاضي اللي حكم على اتنين من الإخوان في قضية يعني بغض النظر عن حيثياتها يعني قتلوا القاضي يعني أنت قاضي حكم بحكم يبقى أنت المفروض عايز تواجهه إزاي تروح تقتل يعني شايف المنطق أحمد مهربال يعني لما قتله رئيسه الوزراء لمجرد أن الراجل اتهموا أنه هو نجح في الانتخابات يعني ضد الإخوان فرحوا قتلوه يجي مثلا النخراشي لما حل الجماعة يقتلوه فكل ده النظام الخاص اللي النظام الخاص اللي أسسوه هم اللي مسيطرين على الجماعة حتى هذه اللحظة وأي حد ما كانشي في النظام الخاص القيادات بتاعت النظام الخاص اللي وصلت لمفاصل القيادة في الجماعة بتستبعده زي مثلا محمد فريد عبدالخالي لو أنا اسمه قبل كده لا ده ما كانش نظام خاص يبقى ده ما يبقى شهر المرشد لازم يكون من النظام الخاص محمد الحبيب مش نظام خاص يعني نشيله من الجماعة وهكذا أي حد مش منتمل للنظام الخاص ما يبقاش هو المجموعة المسيطرة على الجماعة لذلك مصطفى مشهور مصطفى مشهور كان من المؤسسين بتوع النظام الخاص خمسة من المؤسسين على رأسهم طبعا عبدالرحمن السندي وكان من ضمنهم مصطفى مصطفى لما بقى المرشد يكونوا من التنظيم الخاص وحاجة تانية يكونوا مؤمنين بالأفكار القطبية اللي هي أفكار سيد القطب لازم لذلك اللي هو صلاح عبدالحق اللي حالين بيرشحوه يبقى هو القائم بعمل المرشد في الجناح بتاع إبراهيم مونير قطبي يعني من الناس اللي حكم عليها في قضية تنظيم 65 كان لسه شاب صغير صغير في ذلك الوقت كان المتهم رقم 34 فهو محمود عزت كانوا الاتنين لسه طلب شباب صغيرين في ذلك الوقت تتخيل بقى محمود عزت صلاح عبدالحق كل الأسماء دي هتلاقيها هي اللي بتصل للقيادة في الجماعة ايه المخطط يا أساس الإسلام اللي كانوا بتستهدفوا يعني جماعة الإخوان الإرهابية من وراء حدث المنشية قتل عبدالناصر وعلى فكرة هم مكان طول قتل عبدالناصر والمخطط بقى بعد كده ما بعد كده استدعى على السلطة هم تنظيم بقى وليهم حجدهم في الشارع وليسه هم بيتباهوا بأنهم ليهم قوتهم في الشارع المصري في ذلك الوقت فظل الإخواني حتى هذه اللحظة يقول لك تمثيلية المشية تمثيلية المشية لغاية لما جيت لغاية لما هم من نفسهم اعترفوا هم من نفسهم طبعا وكمان جيل الأحد المنفذين في الاعترف اعترف اللي هو عطوى خليفة اللي هو واصلا كانش إخوان يعني بس كان من الفدائيين اللي هم استقطبهم الإخوان وقالوا احنا لازم نتخلص من عبدالناصر وقلب الأسماء اه وقلب الأسماء فعلا والخليكة خمسة وكان هندو دوير ومحمود عبداللطيف وعطوى خليفة ده وواحس محفظ نور مم 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 خمسة وقلب التفصيل العملية ورجل اعترف في اعترف صريح وقلب بالأسماء ودور كل واحد ويجي الإخوان ما زالوا يقول لك تمثيلية على فكرة فكرة قتل واغتيال عبدالناصر دي مش بس حادث المنشية ده تكررت في أكثر يعني مثلا كان حادث المنشية يوم ستة وعشرين الإخوان كانوا يخططوا يوم تسعة وعشرين اكتوبر ربع وخمسين انهم يعملوا مظاهرة مسلحة اتخيالي فلا فكرة ان اغتيال جمال عبدالناصر كانت واردة طول الخط في الفترة فترة حكم عبدالناصر لانه كانوا هما شايفين ان هو انت كنت من الإخوان واحنا اللي ساعدنا الثورة ولو لا احنا ما كانش الثورة دي نجحت فانت لازم تسمع وتطيع لمين لذلك حتى حسن الهضيبي كان بيعامل جمال عبدالناصر بتعالي وانك لازم تبقى تحت طوعنا وتنفذ أوامير نحنا مش انت اللي تدينا الأوامر وكان فيه نوع من النفسنا أو النفسية دي اللي كانت بتحكم العلاقة ما بينهم بين عبدالناصر فأدبيات جماعات الإخوان الإرهابية ما فيش قيمة خالص للوطن خطورة دي خطورة دي احنا شفناه في تعامل الإخوان واستغلالهم مثلا لليل حصل في ينايا واستغلالهم بعد سقوطهم في صورة 30 يونيو شفنا قد الناس دي لو كان فعلا هدفها الوطن كان التصرف حيبى غير كده خالص كان هيبقى عندهم مثلا فكرة اننا اقدم مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة ده العكس اللي بحصل دايما هم يقدموا مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن وحتى على مصلحة الدين يعني من ضمن يعني اللي هم بيتزرعوا به اهم حاجة مصلحة الجماعة تكون هي المقدمة على اي شي فده شيء وده برضو في ادابيات البنة يعني منذ ادابيات البنة كان بيتكلم على فكرة ما بين قسين يعني ان العقيدة هي المقدمة على ايه على الوطنية يعني هي دي الاساس لذلك حتى يعني لما نشوف تصريح اللي مهدي عاك يقول لك والله لو حكمني حد من ماليزيا على مسيحي مصري لا انا اختار المسلم ماليزي على اساس ان ايه فكرة العقيدة هي المقدمة على فكرة الوطن لذلك من المهم جدا نحن نؤكد دايما على فكرة ان القاعدة التي تجمع المصريين باختلاف انتماءاتهم وبحراوي صعيدي اهلاوي زملكاوي مسلم مسيحي بدوي سيناوي نوبي كلنا مصريين القاعدة التي تجمعنا قاعدة المواطنة والقانون هو اللي يحكم بيننا هم ما فيش فكرة المواطنة ولما الاخوان حبوا يغيروا من جلدهم عشان الادارة الامريكية بدأت تستخدمهم بداية من عام 2004 عشان تبدأ تصعدهم للحكم في المنطقة العربية بدأوا يغيروا في جلدهم يقولوا احنا والله احنا نظريتنا للمرأة احنا واحنا ممكن نعمل حسب سياسي واحنا ممكن المرأة واحنا مفيش مشكلة مع الاقباط كله ده بس ايه حاجات شكلية عشان تقدم بهم الادارة الامريكية الاخوان انهم ناس ايه بينتهجوا عن منهج الديمقراطي عشان تبدأ توصلهم ايه لسدة ايه الحكم شكرا جزيلا فيلم كبير يعني بالتأكيد شكرا جزيلا ليك لستاذ اسلام الكتاتني الخبير في حركات الاسلام السياسي وحافظ الله مصر دائما يا رب شكرا ليك وبشكر حضراتكم ونشوفكم ان شاء الله مرة تانية في حديث الاخبار الى اللقاء اشتركوا في القناة